يبدو أننا أمام تصعيد جديد حتى وإن كانت أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن تلك التفجيرات التي وقعت في القرم وحضرتك أشرت إليها تفجيرات مثلا قاعدة ساكية العسكرية الروسية والتي أدت لخروج أكثر من نصف الطائرات الحربية التابعة لسلاح البحرية الروسية عن العمل هل تعتقد بأن تفجيرات القرم وعملية الاغتيال تلك التي كان من المستهدف فيها المفكر الروسي الذي يعتبر بأنه عقل بوتين تمثل تصعيدا جديدا في هذا الصراع الروسي الأوكراني؟ أنا لا أعتقد هذا التصعيد ولكن هذا ضمن خطة الدفاع القرم كما تعلمون كانت جزء من أوكرانيا وروسيا ضمتها إليها كمان بصورة غير قانونية وغير شرعية وليس عن طريق الأمم المتحدة ولا عن طريق مجلس الأمن واخترقت وتجاهلت القانون الدولي فيما يتعلق بالسيادة على الأرض فأوكرانيا كان لها السيادة على جزيرة القرم فجاءت روسيا ضمت جزيرة القرم إلى روسيا هذا عمل عدواني من حيث القانوني أنا أتحدث من ناحية قانونية هذا عمل عدواني بغض النظر عن كيفية لتتنظر روسيا إلى هذه المسألة ولكن عمل روسيا يعطي المجال لخصوم روسيا التي تحاربهم وعلى رأس القيادة الأوكرانية أن تتقد إجراءات من أجل الدفاع عن نفسي أو الإجراءات التي تجري عن طريق أجهزة استخبارات أو عن طريق القتل خارج القانون تقدر تسميه أو الاغتيالات كل هذه الدولة المعتدى عليها تستطيع أن تمارسها أقول أن هذا جزء من حالة الدفاع المشروع عن الدولة روسيا اعتدت على أوكرانيا حقيقة هذا بغض النظر عن فلسفة كل إنسان أو كل جهة كيف تسوق هذا الصراع الدولي